هل هناك أعمال مخصوصة في هذه الأيام أعمال صالحة بالطبع يعني طبعا ما في شك ما في شك هناك أعمال كثيرة في هذه الأشهر أولا الصيام الله تبارك وتعالى شارع لنا الصيام في العشر من زلحجة الإمام النوبي قال ونص على صيام هذه العشر من زلحجة وأيضا لو أننا كمان صمنا الأيام البيض في هذه الأيام طبعا الأيام البيض مشروعة في كل شهر لكن في هذه الأيام لا سيما آكدة الثلاثة أيام البيض 13-15 من الشهر الهجري وكذلك لو أننا صمنا صيام داود صمنا يوما وأفطرنا يوما نللنا هذه الأجور أيضا كذلك الإحسان إلى المساكين الحسنات مضاعفة والسيئات مضاعفة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى فأكسروا فيها أو فيهن من التكبير والتحميد والتهليل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة